أهلا بحضراتكم نبدأ بقى أخبارنا والنهاردة زي ما قلتلكم طبعا أهلي رجع يستقنف تدريباته عشان يستعد المطش المقاولين بعد ربعات سموحة خاليني أقول لحضراتكم قبل ما أدخل بس في تفاصيل تمرينة النهاردة هروح نادي الأهلي مع حضراتكم زي ما عدتكم بس نهاردة كان فيه لقطة مهمة جدا يمكن هنعرضها على حضراتكم لقطة تخص كابتن محمد شناوي كابتن خطيب النهاردة كان موجود في التمرين زي ما حضراتكم شايفين كده وكابتن خطيب طبعا يعني واحد يعني طبعا بعيدا عن دوره كرئيس للنادي الأهلي طبعا الدور ده كابتن خطيب بيقوم بيه على أكمل ما يكون وحالة الدعم المستمرة لكل فرق النادي الأهلي في كل اللعبات دايما موجودة وإحنا بنتباح مع حضراتكم على الشاشة كل وقت لكن مع فريق كرة الأمر غير وبالنسبة لعابة الكرة في النادي الأهلي وجود الخطيب في ظهرهم شيء مختلف تمام كلام كتير جدا كان عن كابتن محمد الشناوي في فترة الأخيرة وما فيش حد يقدر يشكك أو ينكر أنه محمد الشناوي بلا جدال والله الكلام ده أنا مش بقوله عشان على شاشة النادي الأهلي أنا بقوله لأنه أنا دايما عينينا كمان على منتخب مصر فيش حد يقدر ينكر أنه محمد الشناوي في السنوات الأخيرة ونتمنى ان شاء الله في السنوات اللي جاية هو حارس مصر الأول بلا منازع ده مش معناه أنه مصر ما فيش حراس غير محمد الشناوي لا محمد الشناوي في حتة تانية خالص لكن فيه كمان حراس كتير جدا جايدين وعندهم المسافة وعندهم المساحة أنه هم يجتهدوا ويحاولوا نفسه الشناوي ده في حد ذاته يضيف للشناوي ويفيده بشكل كبير جدا إحساسه أنه فيه تهديد لمكانته وإحساسه أنه فيه حد بيقرب منه وإحساسه أنه فيه ناس بتحاول تطور مستوى عشان توصله ويخليه كمان يشتغع نفسه أكتر ويطور من مستوياته أكتر لكن حالة التكسير دي مش في مصلحة حد على الإطلاق يعني مش من مصلحتنا لما يبقى عندنا حاجة نكحة أنه إحنا بدل ما نكتهد ونحاول نوصل لها أنه إحنا نحاول نكسرها وارد جدا الأخطاء في كرة القدر ويا منجوم أخطاءه أنا بكلم حضراتكم على أساطير زيكو في البرازيل باجو في إيطاليا ماردونا في الأرجنتين وأخطاء إيه فاداحة أخطاء تكلف بطولة زي كاس العالم مثلا مش ثلاث نقط في دوري محلي ورغم كده ده ما قللش لا منهم ولا من إمكانياتهم والخطأ مش معناه بالتأكيد تراجع في المستوى وارد إنه لحظة التركيز معانا تغيب في لحظة معانا ينتج عنها خطأ يكلف فرقتك زي ما حصل من كابتن شناوي في مباراة بيرامدس لكن هل ده معانا إنه هو مستوى تراجع؟ هل ده معانا إنه هو ما بقاش حرس مصر الأول؟ أعتقدش إنه القياس بالأمور ده ممكن يبقى فيه منطقي ولا إنه عقل بسيط جدا جدا ممكن يتقبل